السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانال وما تنسون لشقوتي من اللايك وتعالى اخيكم بخصوص الموضوع تسري بالبرايم ثاني من برنامج لالة العروسة في النسخة 18 لسنة 2024 فخليكم معي اخوتي بش عارفوا شكون هما الكوبل اللي غادي غادروا البرايم ثاني من برنامج لالة العروسة في النسخة 18 وكذلك غادي تعرفوا معي الام اللي ربحات العمرة في البرايم ثاني من برنامج لالة العروسة فكيف ما كتعرفوا اخوتي باللي برنامج لالة العروسة برنامج ناجح بامتياز وكيتفرسوا فيه الاسر المغربية فبرنامج لالة العروسة شفنا بلي استقبل سبع دياللي كوبل من سبع دياللي مدن مختالفة ومن ضمن المدن المغربية اللي مشاركة في برنامج لالا العروسة في النسخة الثمنتاش مدينة زاقورا ومدينة الدار البيضاء مدينة وزان مدينة خريبقا وفاس والحميسات وسلا واللي كتقدموا الممثلة الغزالة المحبوبة عند المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن الفنانة المغربية دنيا بوطازوت فبسف دين الناس اللي كي تتاقلوا شكون هما اللي كوب اللي غادي غادروا في البرنامج الثاني من برنامج لالا العروسة وكذلك الام اللي غادي تربح العمرة فالام اللي غادي تربح العمرة فهي ام كوب المدينة خريبقا في الف امروب عليها العمرة واللي لا يحرم شي مسلم من ذاك المكان وتمشي وتجي ان شاء الله بصحة والسلامة وتوطلع مر يا رب وكذلك الكوب اللي غادي غادر برنامج لالا العروسة في النسخة الثاني فهو كوب المدينة الدار البيضاء فؤاد وحنان فما مكتبش ليهم اللقب دي البرنامج لالا العروسة في النسخة دي الو 18 وخاهوما كانوا فرحانين وكانت عندهم عزيمة قوية كانوا كيقولوا ان اللقب غادي يبقى في مدينة الدار البيضاء لكن ما مكتبش وهذا هو قانون المسابقة في كل برايم كتغادرنا مدينة من المدر المغربية فالله يسهل عليهم والله يكمل عليهم بالخير والله يفرح الأزواج اللي باقين واللي السهل غادي يدي لقب لا لا العروسة فالله يكمل عليهم بالخير وكذلك كان بروك للأم اللي ربحات للغمرة فكنت أدركوا تسع علاقاتكم بخصوصة الموضوع شكرا على حسن المتابعة الى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة